السلام عليكم معكم مردى من قناة فورا فانس إذن بناءنا على الطلبات الكثيرة التي توصلت بها في حلقة اليوم سنتحدث عن التحكيم في البطولة المغربية الذي أصبح نقطة سوداء بكل ما تحمل الكلمة من معنى عندنا ملاعف المستوى لأن هذه المغربية في السنوات الأخيرة والتي تسيطر بالطول والعرض على المسابقات الإفراقية البطولة المغربية التي تعتبر الأفضل الإفراقية الجمهور المغربي هذا الشيء الذي يفعله كل أسبوع من أهازيج، من احتفالات، من تفويات، من حضور أعداد غفيرة الجمهور المغربي أصبح يضرب به المثل في المنابر الإعلامية العربية، الإفراقية، والعالمية الجمهور المغربي كما نقوله باللغة العامية والهربزات وبعيد كل البعد على المقارنات ومن ثم نقلبه، ما هي الحلقة الأضعف في هذه المنظومة الكرة كاملة؟ للأسف، الحلقة الأضعف والنقطة السوداء هي التحكيم تحكيم بعيد كل البعد على التطلعات الجمهور كل أسبوع لدينا حالات تحكيمية متيرة للجدل كل أسبوع لدينا قرارات تثير استغراب الجمهور كل أسبوع لدينا احتجاجات، كل أسبوع لدينا بلاغات في العديد من المرات، كتلقى جوجيا اللقاطات متشابهين هنا تتعطى ضرب الجازع، وهنا لا تتعطاش كتلقى جوجيا التدخلات متشابهين، هنا تتعطى بطاقة حمرة، وهنا لا تتعطاش بعض اللقاطات تطلبوا تدخل الفار، هنا تدخل الفار، وهنا لا تدخل والعديد من المرات أيضا، الحاكم يكون لديه قرار صائب بجميع المقايز الفار، كعيط الحاكم، يصدق مدوخه، يصدق مدخله الشق، الحاكم يقول لديه فراسه ماذا الفار؟ شف شي حاجة، أنا لا تفتح الحاكم يمشي، يعاود يشوف اللقطة، وفي عيوض، ما يتبت القرار دياله، لا، يتراجع يدخل الشق، يقول لي ذاك الفار، اللي من المفترض على أنه يعاول الحاكم، يخطأه وهنا المسؤولية تقع على الطرفين، تقع على الفار، لأنه ما كانش عليه عيط الحاكم، لأن اللقطة واضحة وتقع على الحاكم أيضا، اللي ما عنده شخصية قوية، وخي عايت له فار، وأنا شفت واحد اللقطة، مأكد منها، يمكن ما مشيش، واللي حتى مشيت، وعاود شفت اللقطة، نبقى ثابت على القرار دياله، ولما كنشوف اليوم، التصريح لخرج برئيس العصبة الاحترافية، اللي قال بالحرف الواحد، على أن التحكيم في البطولة ديالنا، نقطة سبدا، هنا سنة الهدرة، مبقى ما يتقال، شنو كنت سننا، باش نعاودوا هيكلة مديرية التحكيم، منقى تلزيله، نفس الوجوه، نفس الوجوه، من؟ نحن نقبلوا نفس الوجوه، وحتى شي حاجة متطورات، بل هالأمور غادية من سيء لأسوأ، والعديد من المؤشيرات، كتزيد تبين على أنه لا يوجد شي حاجة في التحكيم، لأنه صراحة كيف ما قلت، يعني، ما يمكنش، ما يمكنش تعتمد على نفس الأشخاص، وكي يخدموا بنفس الطريقة، وتكون نتيجة مغايرة، والذي يجعل أيضاً الجمهور يفقد، يفقد الآمل نوعاً ما في التحكيم، العديد من القرارات، اللي ستخرج وبكل شجاعة، بغض النظر على شكون طرف فيها، قضية اللاعب المراني، في نوصلات، قريباً نديدة بشهر ونشهر ونص، كنا قد نعرفوها القضية ليش نلقع فيها، الراجة تقدم بحتيجاج بحكمة لأن اللاعب عنده ربعادي البطاقة صفراء، تم رفض الاحتيجاج في المرأة الأولى، بحكمة لأن اللاعب ما عنده بطاقة صفراء، ولكن تبين من بعد ذلك على أنه في البطاقة الإلكترونية، اللاعب مقيد على أنه عنده بطاقة صفراء، الشيء اللي خلى الراجة تعاود، تقدم وتستعنف هذا القرار هذا، ولغاية الآن، هات الجمعة، هات يديروا القرار، الأسبوع القادم، الأسبوع اللي بعده، هات شيء كله، كيدخل الجمهور، كيقول ليشك، أخو يخرج بكل شجاعة، ودحنا الأمور، هاش نوقع، وهاش نوقع، وهالقرار، ودك الشيكون بالحجة والقارينة، باش ما تخلي حتى شيء واحد فين يهضر، تحكم المغربي الذي كان يضرب به المثال، وكان دائماً في الواجهة، وأنا صغير لما كبرت، كان جوجي الحكام جيراننا، الحكم الدولي بالفتوح، شحن واحد غير أقل عليه، اللي كان من أفضل الحكام في البطولة دينا، وكانت عنده الشارع الدولية، والحكم أيضاً، بالقولة، يعني الحكم بالقولة، هذا شيء اللي وصله، ما وصله حتى شيء حكم عربي ولا حكم إفراقي، حكم نهاية كأس العالم، وباش جين عمسي دي الفيفا، وتقفيك أنت كحاكم عربي، إفراقي، وتعطيك تحكم نهاية كأس العالم بين فرنسا والبرازيل، ستكون غارب بزعف، تحكم المغربي، كما نقوله في العلالي، دابة في نوع التحكم، أعطيني شيء مصابقة دولية، حضر فيها شيء حكم مغربي، كأس العالم ليداز، وش كان شيء حكم مغربي؟ ما كانش، وحتى لا كان، ولا الحكم المغربي يلعب دور الكمبارس، في غرفة الضار، تيعاون، تساعد، ما عندوش واحد دور أساسي، كأس العالم لي دازت، وكانت في المغرب، كأس العالم لي الأندية، وش كان فيها شيء حكم مغربي؟ لا ما كانش، والتظاهرات اللي جاية، حتى هي ما غديش يكون فيها حكم مغاربة باستثناء، واحد الاسم، ولا جود الاسماء، اللي يمكن نشوفوهم، يعني ما يمكنش، نكونوا غاديين بات السرعة دير التطور، كيف ما أقول، تحدث على الأندية، تحدث على المنتخبات، المغرب، تقدم، يعني ترشح للطلب، احتضان كأس العالم، مع إسبانيا، والبرتوغال، والمنظومة دير التحكيم، بالرغم على أن نتصرف عليها، كتر من ربعات دير المليار، والمغرب، والبطولة المغربية، هي البطولة الوحيدة، اللي يتطبق فيها الفار، في جميع اللقاءات، عندناك يتطبق الفار، في البطولة، وفي كأس العرش، ولكن، وشهد الفار هذا، تحسنت معها الأمور؟ لا، حسيت على أن الأمور، ازدادت سوءا، يجب إعادة هيكلة، مديرية التحكيم، من A-Z، غرب الكل شي، جيب لي أطور شابة، وخنجبوا، بعض الحكام الأجانب، المتقاعدين، ونديرهم على رأس، مديرية التحكيم، ما عنده علاقة بحتى شي نادي، ما تعرف حتى شي واحد، حتى شي واحد، وحتى شي واحد أيضا، ما يدخلوا في خدمة دياله، وهذه الأسماء اللي تنشوفهم كل أسبوع، بالرغم لأنهم تديروا ماجزة التحكيمية، وعود تلقاههم، حيدة لي هذا الشي، هذا الحاكم، تعطته الفرصة الأولى، والثالثة، والرابعة، وتكرر نفس الأخطاء، سيفطل الهوات، يجب لي حكام شابه، هذا الحاكم الشاب، بلدرشي خطأ، على الأقل، سنتقبل، سنقول الحاكم، ماذا شوية تتعلم، ولكن لما تشوف حاكم عنده أشارة دولية، وتدير هذه الأخطاء التحكيمية الكاريتية، هذا الشي ما يمجلش، هذا الشي ما يمجلش، هذا الشي ما يمجلش، وأخطاء تحكيمية متكررة، ما يمجلش، حكام كبار تخطعه، ولكن، من تتعاوض الأخطاء، يعني شي حاجة ماشية هذه، يعني كيفما قلت، يجب إعادة مديرية التحكيم، من الألف إلى الياء، غير لي يا سيدي كل شي، وجيب لي أوطر شباب، وجيب لي بعض الحكام الأجانب، والحكم أجنابي سابق، عنده الوزن، وعنده ابتقة دياله، ما فيها بس، يعني نستفده من الأطر الأجنبية، وكيفما قلت، حتى شي واحد، ما يدخل له من قارير، ولا من بعيد، في مديرية التحكيم، وحتى ذلك الحاجة ديال، ازدواجية المهام، نحيضه، إذا لم تكن ازدواجية المهام، والله العاديمي، سوف يمشي ومزيان، لأن دائما تكون نظرية المؤامرة، لهذا، عضو في الجامعة، تشعلس البرمجة دياله، ولا فريق دياله، مزيانة، هو عضو في الجامعة، وفي نفس الوقت، مثلاً، رئيس نادي، ولهذا، رعضو في العصبة الاحترافية، ورئيس نادي، ولهذا، قريب من مديرية التحكيم، وأيضا رئيس نادي، هذه الأشياء كلها، ما خصوش تكون، إذا كان عندك منصب، يا في العصبة، ولا في الجامعة، ولا في المديرية، خصوش تكون بعيد، كل البعد على الأندية، لكي ننفر مبدأ تكافر الفرص، وكي البطولة تزيد، والأخطاء التحكيمية تقل، إذا كان عدل، سيكون نجاح، إذا كان عدل، لا سيكون مشاكل، وإذا كان العكس، كل أسبوع، ستلقى فضائح التحكيمية، وهذه الفضائح التحكيمية، ستحدث عليها جميع المنابير الإعلامية العالمية، دعونا أراضيكم في التعليقات، فيما يخص الحل، لكي نطوروا تحكيمنا، وكي نقللوا أيضاً من أخطاء التحكيمية، إذا عزبتكم الحلقة، دعمونا بلايك، وشتركوا في القناة، بجدائما نسوكم جاي لول بأول، كم معكم ريدان قرارات ورافين، السلام عليكم، اشتركوا في القناة